اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حجاج ابن المنحال الأنماطي وهو ثقة ثبت متفق على توثيقه يقالوا كان زاهدا عبدا رجلا صالحا تقيا نقيا وكان يعمل سمسارا واجاءه بعض الأغنياء الأثرياء فقال اشتري لي أنماطا اشترى له الأنماط وبعث له بثلاثين دينار قال ما هذه؟ قال هذه سمسارة لك؟ رزق ساقه الله لي وكان يأخذ على الدنار حبة فهذا اشترى له أماطا فبعث له ثلاثين دينار هذه سمسارة سنة كما يقولون فأخذ الدنانير وقال إليه قال يا هذا هذه دنانيرك هي أهوى علينا من هذا التراب اعطيني على كل دينار حبة وهذه سمسارتي يعني أنا ما أدري هؤلاء القوم يصبرون يصبرون لهم ينظرون للأخيرة ما ينظرون من بوابة الدنيا بحمل الأحوال ينظرون من بوابة الآخرة وهو يعني مع أن هذا رزق ساقه الله لي لما أتى نمسلا مال لعمر الخطاب فقال له عمر على أفقر مني يا رسول الله قال إن جاءك المال وغير من غير أن تستشرف به نفسا فخذه يبارك لك فيه فخذه يبارك لك فيه وأنا دائما أقول لتارة علم يعني لابد أن تستعين بالله الذي في علاه وتعلم جيدا بأن طلب العلم يكفى طلبه للعلم رزقان طلبه للعلم رزقان ليس رزقان فقط طلبه للعلم رزق الآخرة ورزق الدنيا وعندك الأدلة كثيرة الدليل الأصيل في ذلك إجعل الدليل المختص الخاص في الباب قال الله جلعا لا تمدن عينيك وكان ابن عمر يفعل ذلك إذا مر على القصور فبهرته يستدير ويذهب مسرعا إلى مرأة قومي قومي صلي ويقرأ لا تمدن عينيك لما متعن به أزواجنا منهم زارة الحالة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزق نحن نرزق يقول لها قومي صلي فالرزق سيأتي شوف انظر في هذا وأما الحديث الذي جاء في هذا الباب حديث موقوف ومرفوع عن عينيك طالب قال من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم والحديث الزالي المهم جدا والأصل في الباب اللي أمي قلبته وأيضا أخت يعني كانت تقدم لها أخ طيب جدا وفاضل جدا وخلوق قدين لكنهم رفضته فأنا سألت عن العلة هو خطرها مدة العلة قالت لها هو يجلس كده تعلم وما عنده شيء ثم ذكرت لي فضعني أخت فاضلة لكن طبعا الجهل قافت الدنيا بأسلال جهل فأرسلت لي هذا من أيام يسيرة أرسلت لي فقالت يعني قلت لها أنت تخسري وإذا جاءك من ترضين خلق ودينه فإياك أن ترفضي فإن هذه مهلكة فبعثت فقالت لعله خير فقلت لها الخير في التمسك بالسنة قالت نعم إذن صحيح شوف كأننا خلاص أخذت الخيط من أوري وهي علمة الدنيا فبعثت إليه فقالت لي أما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد يدا خشنة فقال هذه يدي يحبوها الله هذا فعله هذه أول الطماط والثانية قالت لي قالت لي بأن النبي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان رجل يجلس تعلم عنده وأخوه يعني أي فقال أخوك أعبد لله منك أخوك أفضل منك فأنا قلت الحمد لله أنا أقول لك تركي ليش لأنك لا تستحقين فقلت لها آفت الدنيا الجهل لما لما امرأة تجهل ما تتكلم هذه السنة أتيت بأحديث موضوع وتقلين هذه السنة يعني يدي الخشنة هذه من أين أتيت بيدي الخشنة ده النبي يدي دباجا ولا حريرا ألينا من يدي رسول الله سنة وكان أشجع ناس غير أقوى الناس إيش يدي الخشنة منه هو عندنا أصلا لأننا في مصر العامة يقولون بهذا فقلبوه قول العامة قلبوه حديث والحديث الدائما الذي يتكلم به والحديث المنقلب عليهم هذا أن الحديث الصحيح عكسه الرجل كان يجلس مجلس النبي سلام فجاء أخوه الذي يعمل عليه وينفق عليه فقال إن أخي فقال دعه لعلك ترزق به الرزق ما يأتيك ألا به والحق أنت إذا كنت طالب العلم فأنت موظف عند الله وكم خزنا عند الله لو سمحته سبحانه رب العظيم وإن من شيء إلا عندنا وما ننزله إلا بقاطر المعلم هذا من الهمية بمكانه فشوف الحجاج بن المنهان كان الرجل انتقال صالحا والله أدعال أليك فيه نعم قال حدثنا شعبة شعبة أمير المؤمنين في الحديث ثقة سابتون روى له الجماع قال شعبة يرفع اللواء الإنصاف وكما قلت دائما أحب أن أردد هذا عن شعبة أنه قال إذا اختلفت وأنا والثوري فخذوا بحديث الثوري فإنه أحفظ مني أقران وليس أقران أمير المؤمنين وأمير المؤمنين شوف ويقدم عليه الثوري قال أخبرني قال أخبرني عدي بن ثابت عدي بن ثابت المدني ثقة سابت روى له الجماعة متفقا على توثيق قال سمعت عبد الله بن يزيد المقرئ أو عبد الرحمن ثقة سابت روى له الجماعة عن أبي مسعود عن أبي مسعود بدري رضي الله عنه وعرضاه من خيار الصحاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة نعم الذي بعده قال الإمام البخالي رحمه الله حدثنا الحكم ابن نافع الحكم ابن نافع أبو اليمان ثقة سابت متفقنا على توثيق روى له الجماعة قال أخبرنا شعيب شعيب من شعيب شعيب ابن أبي حمزة شعيب ابن أبي حمزة متفقنا على توثيق هذه ثقة سابت روى له الجماعة عن الزهري الزهري وأمير المؤمنين في الحديث الذي دول الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه وإن كان مدلسا لأجل العلماء يقولون بحر الرواية يغمر التدليس في بحر الرواية قال حدثني عامل بن سعد ثقة سابت وإن كان تكلم فيه البعض للسياسة فقط ولكن هو عن سعد بن أبي وقاس سعد بن أبي وقاس رضي الله عن أرضاه وهو من العشر المبشرين بالجنة وأفضل ما قيل بسعد بن أبي وقاس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خالب فلينظر أحدكم من فليأتينا أحدكم بيش مثل أوقا فلانظر أحدكم من خالب يعني وهذه لفضل سعد بن أبا وقاس هو أخير من الرضاع وعليم ابن طالب قال ما سمعتنا السلم فدى أحداً بأبويه إلا سعدناه قال ارمي سعد ارمي في ذاك أبي عن سعد بن أبي وقاس أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فمي في في ما تجعل في في امرأتك عندك النسخ في فمي ماشي حتى ما تجعل في فمي مرأتك نعم هذا الحديث الحديث العظيم وهو أيضاً حديث تابع للتبويب مسألة الحسبة والاحتساب هو قد ذكره في التبويب أصالة قال بقول إنسان تجعل في وحتى اللقمة تضع في 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 مرأتك هذا الحديث فيه إذا أنفق رجوع على زوجتي وفي الرواية الأخرى قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تبتغي بها وجه الله والحق أن الأصل نفقة نفقة الزوجة ويجب على الزوجة بقول الله في علاء لينفق ساعة من ساعته وقول الله في علاء وعاشرهن بالمعروف وأيضاً أنه سلام جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما حق امرأتي عليك قال أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت وهذه أيضاً في أدلاع على ودوب النفقة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبس نفقة عام لزوجه كان يقول اللهم رزق أهل محمد كفافة ليكفي أهله وقال جعل رزقي تحت ظل رمح والخمس كان يأخذ منه من السلام الخمس فيكفي أهله عاماً ثم ذلك يرد المال إلى الكراع وهذه النافقة إذا احتسب فيها المرء فهي صدقة له إذا احتسب في النافقة على زوجي على أهلي على أولادي فهي فيها صدقة له عند ربه دالة فعلاء تتضاعف بها الحسنات والأصل فيها كما قلنا الإخلاص لقول الله دالة فعلاء ولن تنفق نفقة تاب تغيبها وجه الله هذا شرط أصيل في هذا الباب لأن الإخلاص هو شرط قبول العمل قال الله دالة فعلاء وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين والنافقة السلام قال إن الله يقبل العمل إلا ما كان خالصا وبتغيبه وجهه سبحانه جل في علاء وهنا يقول تبتغيبها وجه الله هذه مسألة أخرى على قضية ما دمنا في كتاب الإيمان وهي إضافة الوجه لله دالة فعلاء وأنا أكرر للشطار ومع التكرار الاستقرار وإيش والقرار يذبط العلم صحيح يا شطار قلنا المضاف لله دالة فعلان وعام إضافة أوصاف معاني وإضافة أعيان أعيان مستقلة بذاتها كالكعبة كعيسى كالناقة ناقة الله سقياها روح الله عيسى هذا يمشي على الأرض يأكل ويشرب فهذه الإضافة إضافة مخلوق إلى ما عندنا جميع لكل خلق قلنا نعم لكن هذه إضافة المخلوق الخلق زيادة التشريف زيادة التشريف وأنت لو رأيت ترها معجزات الناقة معجزة خرغت من صخرة الناقة خرج من صخرة ذلك قال ناقة الله سقياها مع أن النوق جميعا خلق لله دالة فعلها صحيح لكن فيها معجزة وأيضا عيسى وروح الله فيها معجزة خلقاه الله من أم دناب وقال له كن فكان سبحانه الله يفعله والبيت هذا البيت أشرف أشرف ما في الأرض ولذلك البيت المعمور لو سقط يسقط عليه وهذا البيت ابتناه إبراهيم عليه السلام ليأتي الناس أفواجا يحجون بيت الله الحرام لذلك أضيف الله تعالى تشريفا وإضافة المعاني هي أضافة صفة الموصوف إضافة المعاني هي أضافة أوصاف وكالوجه كاليد كالرحمة كالعزة سبحانه ربك رب العزة يا عم يصفون لكن هنا إضافة الموصوف لصفته إضافة الموصوف لصفته هنا قال يبتغي وجه الله فوجه الله ثابت بالكتاب والسنة وإجمعها للسنة قال الله جل في علا كل شيء هارك إلا وجهه وقال الله تعالى وما تنفقون من شيء وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله هذه صورة البقرة في النقر وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله فذكر الوجه تصريحا مضافا إلى الله جل في علاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال في غير المموضة من السنة يذكر فيها ابتقاء وجه الله جل في علاء قال لا تسأل بوجه الله إلا الجنة قال لا تسأل بوجه الله إلا الجنة فذكر تسأل بوجه الله فأضاف الوجه إلى الله جل في علاء فهذه إضافة صفة للموصوف فالوجه صفة من صفات الله جل في علاء وهي من الصفات الخبرية الصفات الذاتية الخبرية ضابط الصفات الخبرية أنها عندنا مسماها أجزاء وأبعاد كاليد كالساق كالأنامل هذه صفات خبرية ليش هي خبرية؟ لا يمكن نصل إليها إلا عن طريق الخبر فقط العقل لا يمكن أن يأتي إليها بحلم الأحوال لكن لو تكلمنا عن السمع العقل يقول بذلك أن السمع كمال السمع في الإنسان كمال وما كان كمال في الإنسان فمن باب أولى أن يكون كمال من باب الخلاس الأولوي مفهوم؟ ونفس الأمر الكلام نفس الأمر الاستواء مفهوم؟ أما هذه الصفات لا يمكن العقل أن يصل إليها بحلم الأحوال لا بد من الخبر المحت فالواجه من الصفات الخبرية وثابته لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والتعبد له بهذه الصفة العظيمة وأن يهيئ المرء نفسه إلى رؤية الله ما من نعيم ينعم به الإنسان مثل هذا النعيم الذي به يا راجل الله كما قال النبي السلام في صلاح المسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة فيقول لباك ربنا يقول الله الرجل في علاء هل تريدون شيئا أزيدكم فقالوا ربنا ألم تغفر لنا ألم تبايد وجوهنا ألم تدخلنا الجنة فيقول إن لكم عندنا موعدا أنجسكموا فيكشفوا الحجاب فينظرون إلى وجه الله الرجل في علاء فلم ينعموا نعيم ما مثل هذا النعيم ما أنعمه نعيم مثل النعيم للنظر للوجه الله الكريم سبحانه وجل في علاء وكما قال أيضا أبو موسى الشعري عن نبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال جنتان من زهر آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وأن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وجل في علاء وأن نبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا إذن سترونه يوم القيام وأنتم تعلمون موسى عليه السلام عندما سمع صوت الله الرجل في علاء ما استطاع أن يتحمل وطلب طلبا فوق السماع وهو قال قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن ننظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني نعم وهذه ترى أنها الرؤية ممكنة في هذا الباب طبعا أنا أنا شرح هذا في كتاب أصول أعتقاد أهل السنة والجماعة وكتاب التوحيد لبن خزيمة وكتاب الشرع الأجري وكتاب السنة لبن عبي عاصب كل ذلك مجرح في النت فالإخوة ترجع إليه أنا هنا أشير إشارات بلزوم الحديث فقط في هذا الباب قال تبتغي بها وجه الله إلا أجدت عليها حتى ما تجعل في فيه مراتك هنا النوى يقول في هذه المسألة يقول شوف جعل يعني يقول والأجل مكتوب حتى ولو وافق حظ النفس والأجل مكتوب حتى لو وافق حظ النفس لأنه يقول هذه وضع اللقمة في فم المرأة إلا بالمدعبة وهذا محبوب للنفس ومع ذلك فيه الأجل كان أولى من النوى يقول إيش يقول وفوق ذلك ما جاء تصريحا عنه سلم قال وفي بطع أحدكم صدقة قالوا أهو يأتي أحدنا شهوته وله فيه صدقة قال أعطي أن جعلها في حرام ألا ووزق نعم قال إذا جعلها في حلال فله الأجل ففيه الصدقة وهذا نكون ختمنا هذا الباب نعم طيب من أهم الفوائد الأول الزوجة تدخل في الأهل وهذا رد على ربنا رزقنا أنا جيت هنا جمعنا والله رزقني الردود على الروافض بحور من هؤلاء الملعين هذا ردنا على إيش على الروافض الذين يخرجون أزواجنا في السلام من من الآل إخوانا لا يسوا من الآل والآن حديث صريح إذا أنفق الرجل على أهله وفي الرواق الأخرى على امرأة يعني المسألة ظاهرة باهرة قاهرة واضحة جالية وردنا على الروافض بأن الأزواج يدخلنا في الأهل قالنا عندنا أدلة أخرى من هذه لكننا فإذا قال إذا أنفق الرجل على أهله إذا أنفق الرجل على على أهله والزوجة تنزل تحت أهله وأدلة على ذلك كثير قال الله جعله واذكرنا ما يؤتل فيه يتكون من آيات والحكمة الآيات سياقوها قال ليطاهركم أهل البيت لا ويطهركم تطهيرا ليذهب عنكم الرجلس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واسيق كله على من على أزواج النبي سلم والحديث صريح أن النبي سلم قال له يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى أزواجه وذرياته أجمعين في الرؤية الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها فلما خرج على عائشة فقالت له كيف وجدت أهلك تحصن إليه وتتلطب وترفك حتى مع الغيرة فتريد أن تتقارب كيف وجدت أهلك يا رسول الله وهنا أيضا قال النبي سلم ليس بك على أهلك هوان فهم مسالمة في التسبيع والتسليث أكلم نفسي والمفهوم في القسم في القسم عند الزواج وأيضا في الحديث الثاني زينب انتجاحش قالت أهلك يا رسول الله وما علمنا عن أهلك إلا الخير كل أروايات واضحة على أن الأزواج يدخلنا في الأهل الفائدة الثانية الإخلاص أهمية الإخلاص قالت ابتغي بها وجه الله من حسن الإيمان مدعبة الأزواج حقا ما يذهب مالك العلماء يقولون ما مات محدث عن امرأة قط كان فيه محدث في القلون الثلاث الثلاث الأول كان الزهب يتكلم عنه قال قال هذا لا يرقع له شيء الرجل قال كان صائقة في الحفظ وكان في كل أسبوع يتزوج امرأة صائقة في الحفظ وان زيكم قال وكيد العلة في هذا وليش ما كل أسبوع يتزوج امرأة ما تحتمله مرأة تجمع أسبوع تقول ما أريد الطلاق هي التي تطلب الطلاق ليس هو فشوفوا يعني هو يقال حقا أنا أريد أفل الحديث هذا ليس صحيح الحديث حب بني من دنياكم الطيب والنساء وجهة قرة عيني الحديث سند الحق ليس صحيح وان كان بعض العمام من المتأخرين حسنوا وصححوا أنا أميله لتحسيني قلبا لكن علما السند يضعف السند يضعف حقا لكن هو هذا ده فعل للنبي السلم ماذا قال تعيشة للنبي السلم ترجي من تشاء منهن وتقول إليك من تشاء فقال تعيشة ما أرى الله إلا يسارع في هواك هذا كلام لا يقال للنبي السلم لكن أرأيت لما سئل النبي السلم من أحب الناس إليك صدر باب من هي المسألة ليست عيبا لكن هم النساء في عصرنا الآن التغريب تأصل في قلوبهن والأخلاقيات والتربية وخلاص المرأة أقصى امرأة طيبة طقية نقية تقول هذا شرع الله وهو على عيني وعلى رأسي وكرامة لكني لا أحتمل فهم زي وهذا بأس ولي أنا أطلق في البأس مع أنه والله لو طلبت المرأة الطلاق للزواج الثاني فالجنة عليها حرام لقول النبي السلم أيما مرأة طلب الطلاق غير ما بأس فالجنة عليها حرام ولو ادعت أن هذا بأس نقول لا ما كان بأس على عائشة ولا على صفية ولا على أم سلم ولا على زينة ولا على سودة وكلهن كنا يظهرنا إيش غيرة الضرائر خيح ولا لا وما كان بأس فهذا هو لكن التغريب هو الذي أثر على النساء تغريب وتربية منقربة شيوع وضيوع الأحكام الإسلامية بيننا نظرا دون التطبيق والذي فعل فينا هذا ولذلك قالت امرأة تقول من مصر علنا أمام الناس قالت يفعل فحشة ويرجع إلي ليلا يا فيتو عندي أوافق على ذلك لكن يتزوج أين الديانة؟ هذه مشكلة أخرى الفوائد لأننا قلنا خلاص مدرعة الزوجة من الإيمان نعم لأنه قال وأن تجعل اللقمة في مرأتك تحتسب في ذلك الأجهز أنا لا أتحك أنا أقول هذا أصلا أنا قلت أن هذا اسمعني أنا قلت بإخوة كلموني قلت لهم أصلا الأصل في النكاح التعدد وهو مستحب أنا رأي شريط كامل في النت اسمه الأصل في النكاح التعدد يمكن كثير جدا سمعوه وكثير جدا هاجموني عليه طبعا الضغط النساء هو فقط فأنا لا أسمع على هؤلاء لكن أنا أتيت بكل الشبهات التي يتمسكون بها عدم زواج النبي سلم على خديجة علي بن أبي طالب أبا النبي سلم عليه أنا تزوج على فاطمة كل الشبهات التي يتمسكون بها وأنا زرعت لهم شبهات أخرى وفنتها بأسرية وأنا حيتها في ساعتين فإذا كانت المهمة عندك سمع لزوجك قل لها يرد عليه شرعا كل أخ اسمعني بس كل أخ يأخده يسمعوا اللهر يقول أرد شرعا فقط بلاش الهواء ليس الهواء وبعدين أنا أريد أفهم الآن النساء التي لا لا الأيمات لا لا رجل لهم أين تذهب من المسلمات أين تذهب أين تذهب تأن المرأة ليلة نهارا يعني عندنا مسأل في المصريين يقولون المرأة تقول ضل راجل ولا ضل إيه حيطة مع جنسة ما تدرى دماغها في الحيطة من الصفحة فالحاصل أنا أين الرجولة والشهامة والمرؤة لما تكون المرأة تعرف أنها لها إعواز في أن تنكح وأنت لا تفعل ذلك أين الشهامة والمرأة والرجولة أين كم من المرأة ممكن أن تعرف نفسها عليك وأنت تابع هذه مسائل شوف يعني حقا حقا يعني الرجل الذي لا يستطيع أن تكون له الكلمة في هذا هو لا يقول يشك في رجلتي لكن يا كانت رجوع العرب في حولاتها عرفت في ذلك لكن أنا أقول شيخ معين تكلمني ومتزوجها أربعة وكان شيخ آخر متزوج وطلق مرأته لأن مرأته الأولى يعني جعلت له مصارع الحداد أتت بسيارات مليئة بالبشر في ليلة العرف وتحت نادو من تحت نظر إلى البحر لأيك فالله نبنيت فهذا شيخ الثاني لا ما هو اشتد عليه وأنا جالس كل ده جالس ساكت ما أتكلم فهو قد طلو طيب أنت كيف تزوجتي الثانية قال أنا أتزوجتي الثانية إن جاءت الأولى ذهب دخل أتزوجتي الثانية دون أن يكلم الأولى دخل عليه دخل الباب ضغط الباب في البيت دخل شوف دخل كالغربي بالسود الصالة كلها سواد المرأة حشدت للبشر النساء البشر كله من منطقة مدينة فقال نعم لماذا كيف أتى هؤلاء النساء قالت هسألك سؤالنا قال الملك في إيش فيك تزوجت قال نعم قالت وطلع عقمه وصويت قال لها طالق برع برع وكله وخرجها برع وخرج النساء برع وأغلق الفان أنا المساء هذه قصوة لا يحتملها أحد فهم لكن قصوة أتت من نتيجة زابت وكله طلع برع طيب بعدها بخمسة شهر يوم باب يدق ويفتح ووجد أبوها معها ومع أخوانها نحن نعلم أنك رجل السنة وتعمل بالسنة وأن القصم القصم واجب وأنه هذه مرأتك جزاك الله خالد شوف هذا هو هذا هو والمشكلة فهو اتهمنا نحن أنا هذا أمر أنه أنت ميتك اسكندراني ما تستطيع اسكم فقال ذلك فذاني قال هو الحق أنه لابد رجل يكون له كريم أنا أقول لك لا علمها دينا علمها دينا حديثنا فإن حقا دخل الإيمان في القلب وبشرة الإيمان في القلب فعلمت أنها تحسن للغير بذلك مع أنها تؤثر على نفسها هذا ما لها ما لها عند ربها الله تعالى يعوضها بعاطفة المحبة الجبلية حلاوة إيمان والفرق بينهما واسع جدا والبون شاسع كما بين السماء والأرض طرها تدمع أنسا بالله الذي في علاها طرها ترقة عندما تقرأ القرآن طرها تهفو إلى الجنان وما في الجنان وهذا هذا تعويج ليس بعده تعويض والراجل هو المجذوب لأن الراجل بن أكثر من المرأة كان الله في عونه لازم يدخل مجنونة ويخرج مجنونة عشان ما ما يزاف عقره هذا هو حق لكن هو إن احتسب المسألة مسألة احتسب أنا أعرف أخ المرأة طلقت منه الزواج فما استطاع مرأة أن يردها وما كان عنده شيء الله تعالى رزقه رزقا مضاعفا فوق المضاعفة لأنه قبل أنا تزوجي هذه أمور لها عجيب لكن تحتاجه إلى صدق التعامل مع الله فقط فقط صدق التعامل مع الله وسترى عجيب لك وصدق في قول السلام ثلاثة حقنا الله أن يعينهم الناكح يريد العفاة هذا عمتا هذه مهمة جدا للاحتساب أنك تدخل السرور على مرأتك بالمدعبة بالكلام الطير بالأنس بالغزل بأنك تحتسب في ذلك ترى فيه ما لا يمكن أن تراه في غير تكون في جنة حقا لا يدخل أحد إلا من فعل مثل فعلك أحسن الله عليكم سبحانك الله وربنا وحمدك أشهد أن لا إله لن تستغيرك أتوبري